موسيقى 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 الكبير الخطيرة ولكن صدفة الضيوفي 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 ما يخطيها بد ما يخطيها بد ما يخطيها ما يخطيها ثاني ثاني الرابعة ثابتة الرابعة ثابتة يخويا ياسر يخويا ياسر ما نبي مركز الوصافة نبي المركز المحتان من هجر بجدة من شعار بجدة من شعار الحوايد شعار الانجازات يا سلام ممثل تبوك الدايم ممثل تبوك صدفة لا والله مهي صدفة الا والله وحذرته الا والله وحلقت بالنماس الى تبوك الوردة الى تبوك الحطاء الى تبوك الانجازات الى تبوك الانجازات الى تبوك الذهب الى تبوك الرموز سلام يا الضيوفي سلام سلام يا مالك صدفة محمد فكان شعار محمد أو نايف بن محمد العطوي مع اندفاعتي صدفة وكذلك نهني مالك صدفة ياسر بن محمد الضيوفي والنماس للزميل رايد بن محمد الضيوفي والنماس كذلك لأبناء محمد بن حواد العطوي على هذا الفوزي والنماس بينما المركز الثاني متابعينا ومشاهدين الكرام كانت شرارة بشعار المري ثالث الأسماء ثالث الأسماء ورابعا وخامسا نتركه للنجرة الخطي والتحكيم تهانينا والنماس لجميع الفايزين موسيقى عيدكم مهمة في الحاجة تثيب الجدال عيدكم في الحاجة اللي تجيب على ولا ما يجيب الغوز وحلا وحلا ذيكلمت غيره صليل من خيار وحجوم السمسلة اللي ما تركض مثل راك اللي من محمد محترده بوارده يومه القفلة يومه تستجمع قوهها مثل نبضي الفواز تستثير الليلة حفيه ووضح من زلاح من ملكها ما تبينها من الاجتهاد فالها النموس والحاص الله يستاهله وان خسرنا موسلة يحسب انهم استفاد التنافس بالمرأة جري يزيد المرجلة مهرقان الهجن من يومه قابيه اعتمد وجاحت لكل الأنظار مثل البوصلة التنافس لجنح أكبر شرف وأعظم مراد من غلط مشرف على حول وغلط اسم من يحمله اسم من وحد على بار مرى الحجن البلاد ليلة ما تختلفتنا تحت خفق ملا ابتدو هم الهجوع قم جامد الهجوع بارضعين انجا تصوف والرياض محمله ما عليها اللي مقا والخوص لحو عتاد حلم شيخ يبدري رجع الحق الهلاح ما ثانو حزم حنال حق اللي نالم نساد وافتحت ببان الخير لأنه ملو المقضلة كل حضر في همان ما ضي الوقت امتداد ازمال مرتبنا بعض مثل السلسلة سيدي سلمان خير حالة للهجنزة فيضل الله ما يواجه حماتنا معظلة حوة هيد مدخل للبلد ون العباد الزيعة ما هو الخلافة ما تصنع بيلة كل موروث مهب نعمع الرضغ النفاذ ويصيل في البلد نعمه بمحمله اعتنى فيها وليا العهد علم الوكاد من غلاحة استحاد كالعطال يذل صارت تشك الرسالة حضره واقتصاد يعتبر مضمرة هالكون كله بكمله يعتبر مضمرة هالكون كله بكمله موسيقى استعدوا يا حالة للهجنة عيد الهجنعات من عرف للعيد معنا عرف يستقبله عيدكم مهب في الحاجة تفيا بالجدال عيدكم في الحاجة ليس جيب على ولا ما يجيب الزوز وحلا وحلا في كلامات غيره صليم من خيار الحاجة من السلسلح كل ما تركض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك نبدأ وعليك نتوكل ومنك طلب السدادة والتوفيق والنجاح يا رب العالمين مشاهدين الكرام في هذا العرس التراثي المقام في هذا الميدان ميدان ارماح لسباقات الهجن العربية الاصيلة في اول ايام هذا المهرجان مهرجان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن اهل سعود طيب الله ذرا في مهرجان الابل في نسخته الخامسة متابعينا مشاهدينا الكرام الافاضل اولا نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود وايضا نشكر مقام سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود وكما نشكر معالي الشيخ فهد بن حثلين المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للابل ينطلق الشوط السادس والعشرون شوط الختام من المسافة الاربع كيلو مترات هي رحلة البداية ورحلة البحث عن النماس وعن الانتصار ينطلق ختام الاشواط الفترة الصباحية نبدأ وياكم معولي المراكز ينطلق ويندفع متابعينا الكرام ينطلق هنا في شوط البكار السادس والعشرون من المسافة الاربع كيلو مترات نبدأ وياكم مع انطلاقة شعار فواز بن سعيدان الرابح الاعتابي يقدم لنا انطلاقة الفترة في هذه اللحظات ولكن راقب الدخول من الجانب الاخر وصلاع تيك بن محمد بن محمد بن عواد الاعتوي يقدم لنا سمحة وايضا راقب الدخول راقب الانطلاق المتميز من قبل شعار عبدالله بن محمد بن حزام بن اندال المر يقدم لنا انطلاقة الفريسة هي من تنطلق وتحزن للمركز الاول المركز الثاني وثاني التحديات الواصل والمنطلق روضان بن جويان ينطلق الدوسري مع انطلاقة النايفة على ثاني التحديات ثالث المراكز الواصل عتيق بن محمد بن عواد الاعتوي يقدم لنا سمحة على انطلاقتها مع المركز الثالث يقدمها لنا بحثا عن النماس وعن الانتصار المركز الرابع الواصل هو المنطلق الفهد وصل فواز بن سعيدان الرابح الاعتابي يقدم لنا انطلاقة الفهد على رابع التحديات خامس الاسماء وخامس المراكز نرى الوصول والانطلاق مع خامس التحديات وصل جابر بن عبد المحسن بن مبخوت الجربوع المري يقدم لنا نوف على خامس التحديات ها هو نداونا الاول اسممناه على مسامعكم ومنه نتحول الى البداية والى الصدار اثنى كيلومترات انتصفت المسافة وما باقي الا نصفها يا بن اندهلا يا بن اندهلا عبدالله بن محمد بن احسام بن اندهلا المري الفريسة الفريسة تنطلق وتندفع مع والي المراكز ومع والي المنطلقين لتترأس هذا الجموع لتقود السرب من اجل الفوز من اجل الانتصار تنطلق الفريسة الفريسة مع والي المراكز ومع والي المنطلقين يا بن اندهلا النوماس الغالي لمن ينطلق وينتفع مع الفريسة المركز الثاني وثاني التحديات الواصل والمنطلق وقر وضام بن اجويان وصل الدوسري مع النايفة ايضا القادم وصل بن مبخوت ليتقدم جابر بن عبد المحسن الجربوع المري وصلت نوف وايضا القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع وصل عتيك بن محمد الاعطوي سمحة يا سمحة على رابع المراكز خامس المراكز راقبوا الهجوم من الخلف راقبوا التقدم من الشعارات القادمة وصل وتقدم في هذه اللحظات وصل فهيد بن عبدالله بن جابر الفهيد المري يقدم لنا ظن وصل وانطلق في هذه اللحظات فهيد بن عبدالله بن جابر يتقدم في هذه اللحظات وايضا راقب الوصول وصل فدر بن جزا وصل الشمري مع اعمار لكن نعود وياكم مع انطلاقة الفريسة الفريسة في هذه اللحظات انطلق بكل الامان بكل الطموحات ينطلق ويندفع عبدالله بن محمد بن حزام بن اندال المري الفريسة الفريسة المركز الثاني الواصل والمنطلق في هذه اللحظات وصل الجربوعي ليتقدم ويقدم لنا نوف جافر بن عبد المحسن ايضا بن جنزو الواصل يا باي هذه الشعارات القادمة من الخلف ايضا رويضان بن جويان وصل وصل الدموخ الدوسري ليقدم لنا شعار لينطلق في هذه اللحظات ولكن نعود وياكم الى الصراع الى الانطلاق الاول الى الانطلاق المتميز من قبل الفريسة ينطلق عبدالله بن محمد بن اندالة لكن الجربوعي غير الجربوعي مع نوف من ثلاث حروف يا زين الاسم يا نوف تتقدم وينطلق معها جافر بن عبد المحسن بن مبخوت الجربوعي المري ولكن بن جنزول العامري ينطلق ويندفع في هذه اللحظات من الجانب الاخر يا باي ياهو من صراع وياهو من تحدي ينطلق ويندفع بن جنزول لينطلق مع المركز الاول يا بوي يا بوي يا سلام يا سلام هذا الشعار من جنزول من ينطلق مع اولي المراكز ومن يندفع ينطلق سالم بن مسلم بن جنزول العامري تاني لون نوماس المركز الثاني وصلت نوف مع المركز الثاني جابر بن عبد المحسن بن مبخوتي المركز الثالث وصل الشعار بن نديلة في هذه اللحظات والمركز الرابع وصل رويضان بن جويان الدوستري المركز الخامس عند لجنة الخطية والتحكيم التهاني والنوماس لمن قدم لنا عجايب في هذه اللحظات قدم لنا العرض الممتاز مالك عجايب سالم بن مسلم بن قنزون العامري قدم لنا العرض الممتاز الفترة الصباحية انقضت بستة وعشر شوط ياهي من تحديات ومنافسات التهاني والنوماس لجميع الفائزين وحظ أوفر لمن لم يحالفوا الحظ